أغلقت ميليشيا الحوثي حنفية المياه عن مدينة تعز لتغرق المدينة في بحر جرائمها المستوحاة من قصص الخيال عداؤها للإنسانية والحياة جعلها تقدم على تعزيز حصارها البري بحصار مائي قطعت من خلاله تدفق المياه إلى مدينة تعز من مناطق سيطرتها شرق والشمال المدينة لم تكتفي بذلك بل قتلت العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ باستهداف مناطق جلب المياه أو عند خزانات السبيل في حارات المدينة بالقذائف والصواريخ المياه في منطقة سيطرة الحوثي في الضباب وفي الحوقلة نطالبهم بإعادة ضخ المياه إلى محافظة تعز المواطنين مشردين لا يجدون الماء الصالح للشرب فمنهم من يذهب للسبيل تعتبر مياه الآبار الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في مناطق الحوبان وحوجلة والحيمة الآبار الرئيسية لمدينة تعز حيث تعتمد عليها بنسبة 90% من ضمن الحصار الذي تحاصر به مدينة تعز عدم تشغيل آبار حبير والحيمة والحوقلة حيث أنه لا توجد أي مياه ترد إلى داخل مدينة تعز من خارج المدينة المحاصرة لأن الحقول واقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات قطع الميليشيا للمياه جعل المدينة تعتمد على آبار مديلة في منطقة الضباب غربي المدينة وهي آبار ثنوية تستخدم في ري الحقول الزراعية وما تزال في مرمى نيران الميليشيا وعبر صهاريجة تنقل المياه إلى المدينة بصعوبة وبمبالغ باهضة إذ يصل سعر الصهريج الواحد إلى خمسة وعشرين ألفا لكل ستة آلاف لتر أي بفارق ثلاثمائة في المئة عن أسعارها قبل الحرب عدم لتاحة الفرصة لصيانة آبار الضباب فهذا جزء من الحصار الجائر الذي يتم على تعز من ناحية الخدمات وهي المياه ورغم صرف الأمم المتحدة أنظارها طوال سبع عوام عن حصار ميليشيا الحوثي للمدينة من المياه إلا أنه لا يزال يضعها ومبعوثها إلى اليمن على المحك للتدخل وإلزام الميليشيا بإعادة ضخ مياه المشروع إلى السكان دون اللجوء لعقد جلسات ومشاورات وإصدار قرارات لا يمكن أن تنهي المعاناة بقدر ما تبقى لها من اعتبار في أوساط السكان عدل عزيزة بحان جيمان الشباب تعز